ضمن قيام دولة الكويت بتكثيفها للعمل الإنساني في اليمن قامت الجمعية الكويتية للإغاثة وبتنفيذ من مؤسسة التواصل للأعمال الإنسانية بتدشين توزيع 2500 سلة غذائية مقدمة للأسر النازحة من محافظة الحديدة إلى محافظة لحج وعدن حيث جاء التدشين بحضور الوفد الكويتية الإغاثية الذي يزور اليمن حاليا لإطلاق عدة مشاريع إنسانية كويتية في عدة قطاعات حيوية حاليا قاعد نفذة توزيع 10,000 سلة في محافظات مختلفة مع عدة جهات تساعدنا في التوزيع السلة تتكون من دقيق ورز ومع كورونيا ومعلبات وأشياء أخرى يعني وزيت وشاي فهذه أشياء أساسية يحتاجون تكفيهم تقريبا للعائلة المكونة من 5-6 أفراد اللي هم عدل العوائل عندهم تكفيهم تقريبا لمدة شهر حاجة مصة وشديدة في كل مكان في اليمن سواء نازحين أو مقيمين يعني في نفس المحافظة فنسأل الله أن الله يفرج عنهم وإحنا نمد لهم يد العون أينما كانوا بإذن الله يعني غمى وتفرج بإذن الله المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تقدمها دولة الكويت لليمنيين وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية للنازحين وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء في التغذية فهذه المشاهد للأطفال تؤكد أن الكويت هي الدولة الأكثر رأفة بهم من خلال تقديم يد العون لهم ندشن توزيع السلة الغذائية والتي نستهدف من خلالها نازحي وسكان محافظة الحديدة الذين نزحوا بسبب الحرب ويتم توزيع هذه السلات سيتم توزيع إن شاء الله 2500 سلة لمحافظة الحديدة ضمن مجموعة من التدخلات للجمعية الكويتية للإغاثات لا تلبث الكويت أن تنتهي من مشروع يخدم اليمنيين حتى تدشن مشروع آخر ليبقى اسم الكويت عاليا في كل ما يمت للإنسانية بصلة في بلد قل من يكترث للوضع الإنساني فيه تظل دولة الكويت نبراسا للعمل الإنساني في اليمن خاصة مع ما تقدمه لنازحية محافظة الحديدة هنا في محافظة عدن والذي كان لهم نصيب كبير من هذا الدعم الغذائي الذي يقدم لهم نروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن